بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طلبة الأعزاء في المرحلة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل وإياكم شرح عقد الإيجار وقد كنا انتهينا في المحاضرة السابقة من بيان الركن الأول في هذا العقد وهو ركن التراضي واليوم نتناول بالشرح الركن الثاني وهو ركن المحل وركن المحل في عقد الإيجار يتكون من مسائل ثلاث المأجور والأجرة والمدة أولا المأجور أو العين المأجرة أو محل الانتفاع ويشترط في المأجور ما يشترط في المحل من شروط ثلاث يضاف إليها شرط الرابع لخصوصية عقد الإيجار والشرط الثلاث التقليدية هي أن يكون المأجور موجوداً أو قابلاً للوجود وأن يكون المأجور معيناً أو قابلاً للتعيين وأن يكون المأجور قابلاً للتعامل به والشرط الرابع المتعلق بخصوصية عقد الإيجار هو أن يكون المأجور غير قابل للإستهلاك سنمر سريعا على شروط التقليدية الثلاث الخاصة بالمحل بصورة عامة في العقد أولا أن يكون المأجور موجودا أو قابلا للوجود أولا أن يكون موجودا بمعنى أن يكون موجودا وقت إبرام العقد فإن كان غير موجود أصلا وقت إبرام العقد فلا ينعقد العقد لتخلف ركن المحل فيه أما أن كان موجودا وقت إبرام العقد ولكنه هلك قبل التسليم فهنا ينعقد العقد صحيحا ولكن يستحيل تنفيذه على أن نميز بين كون المأجور من الأشياء المعينة بالذات أي القيميات وبين الأشياء المعينة بالنوع أي المثليات ففي الأشياء المعينة بالذات سيستحيل تنفيذ الالتزام على المؤجر على اعتبار أن هذه الأشياء لا نظيرة لها في الأسواق وبالتالي سينفسخ العقد بحكم القانون أما بالنسبة للأشياء المثلية فهذه الأشياء لها نظار بالأسواق وبالتالي بإمكان المؤجر أن يسلم شيئا آخر للمستأجر حتى ينتفع به أو أن يكون المؤجر قابلا للوجود في المستقبل وإحنا عدنا قاعدة تقضيب جواز التعامل بالأشياء المستقبلية شرط أن تعين تعينا كافيا نافيا للجهالة الفاحشة والغرار وبالتالي ماكو إشكالية أنه الإنسان يستأجر مسكن لم يتم البدء ببنائه بعد أو أنه لم يكتمل بنائه بعد على أن لا يبدأ عقد الإيجار إلا بعد أن يكتمل البناء ويمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع به هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون المأجور معينا أو قابلا للتعيين يعني كمن يستأجر دارا معينا يجب بيان المحلة والزقاق ومواصفات الدار محل عقد الإيجار والحال ذاته يقال بالنسبة للمنقول الشرط الثالث أن يكون المأجور قابلا للتعامل به وإحنا عدنا قاعدة أنه الأصل في الأشياء الإباحة وبالتالي يجوز أن يرد عليها التعامل يستثنى من ذلك الأشياء التي تخرج عن نطاق التعامل بحكم طبيعتها لأنها ملك للكافة كالهواء والماء وأشعة الشمس بوضعها الطبيعي إذ لا يجوز للشخص أن يستأثر بحيازتها وبالتالي أن يتصرف بها أو أن تكون الأشياء خارج عن نطاق التعامل بحكم القانون كالأسلحة والآثار والمخدرات وبالتالي إذا ورد العقد الإيجار مثلا على الأسلحة أو على الآثار فهنا يكون العقد باطلا لأن محله مخالف للقانون الشرط الرابع وقلنا بأن هذا الشرط خاص بعقد الإيجار أو خاص بالعقود الواردة على الانتفاع بصورة عامة هو أن يكون الشيء غير قابل للاستهلاك به والسبب في هذا الشرط هو أن عقد الإيجار من عقود المدة ولابد لهذه المدة أو من العقود الزمنية ولابد للزمن أن ينقضيه وبالتالي يتعين على المستأجر أن يعيد العين المؤجرة إلى المؤجر في نهاية عقد الإيجار فإن ورد عقد الإيجار على أشياء تستهلك بالانتفاع بها من أول مرة سوف يتعذر على المستأجر بعد أن ينتفع بالشيء ويهلك الشيء من جراء ذلك الاستعمال أن يعيده إلى المؤجر بعد نهاية مدة عقد الإيجار يأتي عنوان في الكتاب يقرأ نطاق سريان قانون إيجار الإقار رقم 87 لسنة 1979 وبيّنت لجنابكم أنه الكتاب يتناول القانون قبل التعديل باعتبار يتناول القانون رقم 79 لسنة 1979 رقم 78 عفوا لسنة 1979 في حين المفروضة حين ندرس التعديل رقم 56 لسنة 2000 ولهذا يتوجب عليكم الرجوع إلى التعديل رقم 56 لسنة 2000 وخاصة أنه التعديل مهم فيما يتعلق بالمادة واحد من هذا القانون يعني اللي حمنا الآن هي المادة واحد من هذا القانون فأن طاق سريان قانون إيجار الإقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 56 سنة 2000 ينصف المادة الأولى على أنه 1 ألف تسري أحكام القانون على الإقارات المبنية المؤجرة لأغراض السكنة للعراقيين الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات وبيّنت سابقا أنه كل الإقارات المؤجرة لغرض السكن من حيث الأصل والمؤجرة للعراقيين والواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة بالنسبة لبغداد والمحافظات أو دواهر البلديات بالنسبة للمحافظات إنما تخضع لقانون إيجار العقار فأعود فأقول بأن هذا القانون يتعلق بالعقارات المبنية والمؤجرة لغرض السكن بمعنى أن الحكم الذي يسر على العراق يسر على الفلسطيني المقيم في العراق فيما يتعلق بخضوع العقارات المبنية والمؤجرة لغرض السكن والمستأجرة من قبل الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام ٤٨ وذريته من بعده تخضع لهذا القانون اثنين تستثنى العقارات الآتية من أحكام الفقرة واحد من هذه المادة وتخضع في إيجارها إلى أحكام القانون المدني أو القوانين الخاصة بها الفقرة الثانية من المادة الأولى ستعدد أنه ثلاث عقارات مستثنات من الخضوع إلى قانون إيجار العقار وتخضع أما إلى القانون المدني أو إلى قوانين خاصة أولى هذه العقارات المستثنات هي العقارات المعدة للسكنة التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها طبعاً هسا جنابكم إذا تنتبهون اتغيرت صياغة النص يعني النص في المادة واحد كان يتكلم عن العقارات المبنية المؤجرة لغرض السكن المؤجرة لغرض السكن هنا صار النص العقارات المعدة للسكنة طبعاً أخوان حتى تكونون جنابكم بالصورة مو بالضرورة أن يكون العقار المعدل للسكنة مؤجر لغرض السكنة يعني هسا المنزل بالعادة المسكن أو الشقة بالعادة مو هي معدلة لغرض السكنة لكنه مو بالضرورة تؤجر لغرض السكنة هسا احنا عدنا شقق سكنية وعدنا شقق تجارية مؤجرة للمحامين للأطبال والمهندسين لغيرهم حتى يكون منازل مساكن مؤجرة للسكن ومنازل المؤجرة لغير السكن كأن تكون محاطات فضائية مثلاً فكان يفترض بالنص أن يصير بنفس السياق اللي نصت عليه المادة أو الفقرة الأولى بين أنه هي العقارات المؤجرة لغرض السكن ليش يتغير اسلوب النص؟ حقيقة ما عرف فأول شيء العقارات المعدلة للسكنة التي تؤجرها الدولة طبعاً هو يقصد أنه المؤجرة لغرض السكنة العقارات المعدلة للسكنة التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامل العاملين فيها لماذا مستثنية هذه العقارات؟ أولاً لأنه الدولة من يتحدد العجرة بالنسبة لهذه العقارات التي يتأجرها لموظفيها والعاملين فيها غاية الدولة ليست الربح وإنما توفير مسكن لموظفيها أكو بعض وزارات الدولة أو دوائر الدولة عندها مساكن أو منازل خاصة بها أو شخص خاصة بها فتأجرها إلى موظفيها فغايتها هي مو الربح وإنما غايتها أن توفر سكن ملائم لموظفيها والعاملين فيها ولهذا هي من يتحدد العجرة تأخذ بنظر الاعتبار مقدار العجرة ومقدار الراتب اللي يتقاضى موظفوهم أثنياً السفب الثاني هو أنه قانون إيجار العقار يبيح للمستأجر طالما كانت عنده رغبة بأن يبقى شاغلاً للعين المؤجرة فبإمكانه أن يستمر بشغلها جبراً على المؤجر وهذا نصد عليها المادة الثلاثة من قانون إيجار العقار اللي يسمى بالامتداد القانوني وهذا الكلام ما يتناسب ويدوائر الدولة يعني مو منطقية الموظف ينقل إلى دائرة أخرى أو يطلع تقاعد أو يتم إقالته من الدولة ويبقى شاغل للعين المؤجرة لأنه عنده حاجة ولأنه الأجرة قليلة لا مفوض الموظف اللي يطلع تقاعد مثلاً أو اللي يقال من الدولة أو يعني ينقل إلى دائرة أخرى أو ينسب إلى دائرة أخرى يفترض بأن يترك ذلك العقار هذا النوع الأول من العقارات المستثنات اللي هي تأجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العاملين فيها باع العقارات المعدل السكنة التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية البداية تشبه الفقرة الأولى التي يصدر أو التي يصدر وزير المالية بياناً باستثنائها هذا من استثنائها وزير المالية يخضعها أما للقانون المدني أو أما أن يخضعها إلى قوانين خاصة مثل البيوت السياحية أو المساكن السياحية الموجودة في المناطق السياحية مثلاً سابقاً كان في مدينة الحبانية مساكن السياحية يعني الناس تروح مثلاً يوم خميس يوم جمعة تستعجرها لليلة أو ليلتين وهي ما تخضع إلى قانون إيجار العقار لأنه مو منطقي جسائح يعني يدخل بالمسكن هذا ويقول أنه بطلت بعد ما أطلع من عنده لأنه يخضع إلى قانون إيجار العقار والقانون يقول طالما المستعجر عنده رغبة أن يبقى بالعين المؤجرة وهو مستمر بدفع وجرة فلا هو أن يبقى وهذا النص ما يتناسب مع هكذا عقارات فهي إذن مستثنة من الخضوع لقانون إيجار العقار وتخضع عما القانون المدني أو أن تخضع إلى قوانين خاصة بموجب استثناء من وزير المالية جيم العقارات المؤجرة لغير العراقيين أشخاصاً أو هيئات طبعاً غير العراقيين طبعاً فلسطينيين مستثنوا من الخضوع لهذه الفقرة باعتبار أنه الفلسطيني المقيم بالعراق من 48 وذور ريتا من بعده دولة يخضعون حالهم حال العراقي إلى قانون إيجار العقار لكن ما عدا الفلسطينيين من غير العراقيين كلهم يخضعون لهذا القانون السبب أنه القانون إجل إحماية طبقة مستضعفة اللي هي طبقة المستأجرين يعني القانون يفترض أنه دولة معدهم كانية مادية ولهذا إجل القانون يوفر لهم الحماية من خلال هذا القانون فالقانون يفترض أنه غير العراقيين أشخاصاً كانوا أو هيئات هذول الناس عندهم إمكانية مادية فبالتالي ماكو داعي أن يخضعوا لقانون إيجار العقار وبالتالي هم يخضعون أما للقانون المدني أو يخضعون إلى قوانين خاصة هذا فيما يتعلق بنطاق قانون أو نطاق سريعان قانون إيجار العقار بيننا أنه يسر على العقارات المبنية المؤجرة لغرض السكن بالنسبة للعراقيين داخل حدود أمانة بغداد والبلديات بالنسبة للمحافظات ويسر أيضاً على الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عام 48 وذريتهم من بعدهم ويستثنى من الخضوع لهذا القانون الإقارات التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامل العاملين فيها وبيننا السبب أنه غاية الدولة ليس الربح ومو منطقي أن الموظف بعد أن يحالل التقاعد أو ينقل أن يبقى شاغلاً للإقار بسبب رغبته في شغله أيضاً الإقارات المعدل السكنة التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية والتي يصدروا بيان باستثنائها من وزير المالية هو الفقرة الجيمة للإقارات المؤجرة لغير العراقين أشخاصاً أو هيئات يعني القانون يفترض بينه دولة عندهم إمكانية مادية فماكو داعي أخضعون إلى قانون إيجال الإقار وما فيه من أحكام قاسية على المؤجر وهي في معظمها لصالح المستأجر فأخضعهم للقانون المدني هذا فيما يتعلق بالجزء الأول من المحل وهو المأجور أو العين المؤجرة الجزء الثاني من المحل هو الأجرة والأجرة تعرف بأن المال الذي يلتزم المستأجر بدفعه إلى المؤجر نظير انتفاعه بالعين المؤجرة وإذا تنتبهون على التعريف استعمل مصطلح مال ومصطلح مال واسع يشمل النقد ويشمل غير النقد بمعنى أن الأجرة قد تكون من النقد وهذا هو الأصل أن تكون من النقد ولكن يمكن أن تكون الأجرة من غير النقد يعني بمعنى قد تكون جزء من الغلة التي ينتجها البستان المستأجر أو قد تكون الأجرة عمل يقوم به المستأجر لمصلحة المؤجر من قبيل أن يضيف طابق ثاني إلى العقار المستأجر ويكون هذا الطابق هو نضير إلى الأجرة أو مقابل إلى الأجرة وواضح أنه أكو فرق بين الثمن في عقد البيع وبين الأجرة في عقد الإيجار في أنه يشترط في الثمن في عقد البيع أن يكون من النقد في حين لا يشترط في الأجرة في عقد الإيجار أن تكون من النقد يشترط في الأجرة أن تكون الأجرة أن تكون مال وهذا المال بينا أنه أن يكون من النقد ويمكن أن يكون من غير النقد أن تكون مقدرة أو قابلة للتقدير وأن تكون جدية حقيقة هو بالكتاب ما معتمد نفس التقسيم بالشروط فيما يتعلق بعقد البيع من أنه يكون أولا أن يكون من النقد وأن يكون مقدرا أو قابلا للتقدير وأن يكون جديا كما بينا في محاضرات عقد البيع وأنما تناول هنا الموضوع بآلية مختلفة من حيث تعداد الشروط فبدأ أولا أن يكون مالا الأجرى أن تكون مالا بخلاف عقد البيع كما بينا بأنه يجب أن يكون من النقد حصرا لأنه كلمة مال واسعة تشمل النقد وتشمل غير النقد وبعدين أوجب أن تكون الأجرى جدية بمعنى تتناسب مع قيمة العين المؤجرة ويستوفيها المؤجر فعلا من المستأجر فإن كانت الأجرى صورية صورية مطلقة أو كانت تافية فهنا لا ينعقد عقد إيجار وإنما ينعقد عقد إعارة أما أن كانت الصورية صورية نسبية فهنا ينعقد العقد ومن يدعي من الطرفين صورية الأجرى يقع على عاتقه أبوه إثباتها ولو ذلك بكافة طرق الإثبات وإن كانت الأجرى بخسة فمن استغلت حاجته من الطرفين جاز له خلال سنة أن يطلب رفع الغبن إلى الحد المعقول باعتبار أن نحن نتكلم عن عقد من عقد المعاوضات وعيب الاستغلال يبيح للطرف المستغل أن يطلب رفع الغبن إلى الحد المعقول خلال مدة سنة فهذه الشرطين الأول والثاني هو أن يكون مالا سواء كان من النقد أو من غير النقد كأن يكون جزء من غلة أو أن يكون قياما بعمل يقوم به المستأجر للمصلحة المؤجر وأن يكون جديا الشرط الثالث في الأجرى أن تكون مقدرة أو قابلة للتقدير كيف يتم تقدير الأجرى؟ الأصل أن يتم تقدير الأجرى بموجب اتفاق بين الطرفين فإذا اختلف الطرفان بشأن الأجرى فيفترض أن العقد لا يعني عقد لعدم تطابق القبول مع الإيجاب الطرفين أحرار أما أن يقدرون الأجرى صراحة بموجب اتفاق أو على الأقل بين الأسس التي يمكن في ضوءها اعتماد الأجرى أكو أساسين بالإمكان اعتماد لتحديد الأجرى الأساس الأول أساس اتفاقي وهو أنهم الطرفين يحددون شخص ثالث أجنبي هو يتولى تحديد الأجر نيابة عنهم وهنا ينعقد البيع معلق على شرط واقف هو قيام الأجنبي بتحديد الأجرى فإن قام الأجنبي بتحديد الأجرى إن عقد العقد وإنتج كافة آثاره بأثر الرجعي ينعقد العقد أصلا لتخلف الشرط وبإمكانهم أنه يطعنون بالأجرى إذا كان قد تجاوز الحد المرسوم إلا في تحديدها أو كان قد ارتكب غرش بغيت إلحاق الضرر بأحد الطرفين معلومات مكررة من عقد البيع أكو أساس ثاني لتحديد الأجرى هذا ما موجود في عقد البيع وهو أجر المثل وهذا الأساس يمكن أن يلجأ له القاضي في حال تغافل الطرفين أو عدم تطرق الطرفين إلى الأجرى والحالة الثانية والحالة الثانية إذا اتفق الطرفين على الأجرى ولكن تعذر عليهم إثباتها في هذه الحالة يصار إلى أجر المثل أعود فأقول بأنه يصار إلى أجر المثل من قبل القاضي في حال أخفل الطرفين الاتفاق على الأجرى أو اتفقوا على الأجرى ولكن تعذر عليهم إثباتها طبعا أخوان هنا الإخفال غير الإختلاف إحنا بينا أنه في حالة الاختلاف ما ينعقد عقد الإيجار لكنه بالإخفال أو اتفقوا على الأجرى لكن من صار يعني هما الثانياتهم يقرون أمام القاضي بأنهم متفقين على الأجرى لكن كل واحد منهم يقف أمام القاضي ويداعي أجرى فيجي القاضي يشوف عقار في نفس المنطقة يعني بنفس المواصفات بنفس المساحة بيش مستأجر يحسب الأجرى ديشة ويطبقها على العقار المستأجر اللي هو أجر المثل يعني من باب القياس مع الفارق شون مهر المثل بالنسبة للزوجة اللي ما يقدر لها مهر أو كان مهرها غير مشروع إلى آخره طبعا الأصل في الأجرى أن تكون ثابتة على طول مدة عقد الإيجارة يعني بمعنى أنه المثلا اللي يستأجر لمدة سنة يفترض أن تكون أجرة الشهر الأول لكن لا يوجد شيء يمنع عن تكون الأجرى في بداية العقد شكل وفي نهاية العقد شكل آخر مثل ذلك اللي يستأجر له غرفة في الفندق ويستمر باستئجارها لفترة طويلة من الزمن بهذه الحالة يبدأ الفندق يقدم له تخفيضات باعتبارها صار زبون دائم فتكون الأجرى في الأيام الأولى اللي يستأجر بها هاي الغرفة مرتفعة ولكن بالاستمرار ممكن أن تنخفض الأجرى يقدم له تخفيضات معينة مع ملاحظة أنه عقد النزول في الفندق ترى يعني الأطعمة اللي يتناولها بالفندق وغيرها فأرجع وأقوله لأصلا تكون الأجرى ثابتة على طول مدة عقد الإيجار لكن ماكوش يمنع أنه تكون الأجرى متغيرة يعني بأن تكون في بداية العقد شكل وفي نهاية العقد شكل آخر إثبات دفع الأجرى على عاتق المستأجر باعتباره هو المدعي وهو المكلف بدفع الأجرى والبينة على من الدعاء بمعنى يتعين على المستأجر أن يثبت قيامه بدفع الأجرى ولهذا يفضل أنه المستأجر من يدفع الأجرى أن يأخذ إيصال من المؤجر يبين فيه مقدار الأجرى المدفوعة وهذه الأجرى تمثل أي شهر حتى باشر عقب إذا صار نزاع بين الطرفين بإمكان المستأجر أن يقدم هذه الإيصالات إلى المحكمة ملاحظة أنه إذا سطاع المستأجر أن يثبت قيامه بدفع أجرة شهر معين فهذا قرين على أنه قد دفع أجرة الأشهر السابقة عليه ولكنها قرين أن يمكن إثبات عكسها بمعنى قد يعني بإمكان المؤجر أن يثبت صحيح أن المستأجر قد دفع أجرة الشهر الخامس لكنه أجرة الأشهر الأربعة السابقة عليه لم يقم لم يقم بدفعها أعود فأقول بأن إثبات دفع الأجرة يقع على عاتق المستأجر باعتباره أنه هو المدين بدفعها وإثبات المستأجر قيامه بدفع أجرة شهر معين قرين على أنه قد قام بدفع أجرة الأشهر السابقة عليه ولكن هذه القرينة بسيطة بإمكان المؤجر أن يثبت عكسها أمام القضاء يعني بأن قد سيما بدأيا أعود فأقول أنه إذا كان المستأجر قد دفع أجرة الشهر الخامس لكنه ما قام بدفع أجرة الأشهر السابقة عليه قد يثار تساله أنه ما هي المدة التي يتعين على المستأجر أن يحتفظ فيها بوصولات دفع الأجرة باعتبار أنه يعني جواب على هذا السؤال أنه باعتبار أنه الأجرة من الحقوق الدورية المتجددة فالقانون ناصب المادة 430 من القانون المدني العراقي على وجوب الاحتفاظ بهذه الوصولات لمدة خمس سنوات بعد مضي الخمس سنوات لا يكلف المستأجر بالاحتفاظ بهذه الوصولات باعتبار من غير المنطقي أن يبقى المؤجر ساكتا عن المطالب بحقوقه لمدة تزيد على خمس سنوات أكتفي بهذا القدر من محاضرة هذا اليوم على أن نستكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله كيفية تحديد الأجرة في ضو قانون إيجار العقار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر